من آيات الله تعالى تمهيد الأرض وتذليلها لتنقل الإنسان وأسفاره قال تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ومن شكر النعمة أن تراعى الأحكام الشرعية في المرور ومنها ألا تتجاوز السرعة المسموحة بها أو تقطع إشارة حتى لا تعرض نفسك ومن حولك للهلاك غض البصر عن النساء في الطريق وعدم التعرض لهن وتذكر أن لك أما وأختا وبنتا تكره أن يضايقهن أحد عدم إيذاء الآخرين برفع صوت المسجل أو غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم ولا ترمي على الطريق ما يؤذي السالكين فيه من قمامة أو غيرها قال أبو برزة يا نبي الله علمني شيئا أن تفع به قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين وإذا رأيت في الطريق ما يؤذي المارة كحجر أو عظم فنحيه جانبا فإنه عمل صالح قال النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة ترفق في الزحام وعند الإشارات ولا تعطل من خلفك ولا ترهق من أمامك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع زجرا للإبل في الدفع من مزدلفة أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاء يعني الإسراء وصاحب السيارة المجاورة له حق عليك فكله مراعيا فإنه جار مؤقت وللجار حقه سواء كان مقيما أم مؤقتا عابرا ومن له أولوية المرور في دوار أو إشارة فأفسح له فالطريق حق للجميع وله ميزة السبق واتبع جميع إجراءات السلامة كربط الحزام وضبط المرايا واحذر من خطأ غيرك فقد يؤذيك فالتزم بالأنظمة المرورية محافظة على سلامتك وسلامة من حولك وطاعة لولاة أمرك وتوكل على الله في حلك وترحالك حتى يحوضك بحفظه وعنايته قال تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة ترجمة نانسي قنقر